السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باسمنا الرحمن الرحيم هناك الكثير من الدراري التي قمنا بتحديثنا مع بضياتنا في فيسبوك وواتساب وقمنا بتطفقنا على البرنامج الذي سنقوم بشهر 8 هذا البرنامج سيكون جديد على القناة التي قامنا لا يجب علينا خروج على الموضوع لأنه لا يجب علينا أن نضيف واحد أبوني واحد جيم واحد الكومنتار يكون جيد في هذا الفيديو هذا بالخصوص وإذا كان ممكن أن نشترك مع أصحابنا حسن هذه كما نعرف كما نعرف بنا وكما نعرف بدينا بدينا لأساس أن هذه قناتنا جميعا وليست ملكا لأحدنا فقناة مشتركة ما بيننا كنا لا يجب علينا لأننا كنا متعلمون بعضياتنا كما نقول لم يكن لدينا من الموضوع لا يجب علينا بأستاذ أنهم لأ الوصدقاء وملكم كما كانت كبير بها وكلت كبير كنا نعرف كنا متعلمون بعضياتنا كنا نتعلمون بضياتنا و كنا أساسي هذا إن شاء الله يعني ما كانش من فرق موين نبدأ البرنامج اللي غادي نخدمه عليه قبل ما نبدأ فيه خصنا ندخل ندل واحد لما ندخل بعد البرنامج العمل فهو برنامج العمل بطبيعة الحلم غاديش يكون عادي غاديش يكون شوية سقيل نقدر قاما نهضرش عليه دابا ندخليها للمرة أخرى إن شاء الله غيب بعدها واحد للحواج اللي نحضروا عليهم اللي هم النصائح النصائح للطالب أو التلاميذ التلاميذ و لا طالب إن شاء الله طالب موين النصائح أن بعض النصائح أنه النصائح نفسية النصائح نفسية في حالة أقول لك أنت قادر أنك تجيب واحد الميزة ولا واحد المنصيون ديالتخابية حسن جدا في البكالورية إلى عندك 13 الفوق في الجهة عندك قل أتجيب حسن عندك قل أتجيب مستحسن ولا إني بما أنك دخل لها الفيديو تفرش فيه ما كنظنش أنك أنت غادي سيرتعلى نفسك أنك تجيب الدورة الاستدراكية فكنظن أنك عالي يدخلوا لها الفيديو رهم غادي يجيبوا إن شاء الله أتجيبوا لها الفيديو و في الدورة العادية لأنه لا يوجد شيء ممكن أو شيء خارج شيء عادي شيء سهل كنا نقدر نجيبها لا يوجد شيء النصائح نفسية التي سوف نعطيكم هي أنك انتاق عادر انتاق عادر لأنك تجيبك 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 عملية نظرية أنا كنت أعطيكم مثال بسيط لا يوجد شيء باقي ينفصل فيه جيد و أنا كنت أعطيكم مثال النصائح التطبيقية النصائح التطبيقية في حالك النصائح التطبيقية أو التطبيقية العملية هي أن ما الذي تتعلمه لا تجعله مجرد حبر على ورق إلا تطبقه في حياتك في حالك مثلا كنت تعلمه الكلمة في الأنجلي مثلا الشوغر الذي هو السكر هذه الكلمة التي كنت تعلمها لا نتعلمها في كتبك الشوغر و نبقى عقل عليها و لا تجعلك كثيرا كما تطبيقها في حالك ما الذي تطبيقه من تطبيق الكوزينة مثلا أنا أعطي مثال أتشوف قدامك السكر أتقول أو آآ 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 أتشوف قد تطبيق ذلك لا تجعله لا تجعله أجسام أشياء مادية أشياء حقيقية آآ 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 ضرب عليه لما طبقتش هذا ناس احدينية مثلا كان بعض الناس اللي بعادة للمسائل الدنيا فحلاش ما كيصلي يعني يقرأ قرآن مول فكيفاش بغيتي انك تنجح وانت روحيا ناقص عندك واحد الفراغ روحي ممكنش وخيات شكلو يكون كي تصفيك ولين ممكنش